السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله نعرف كيف نعمل هذا البانر باستخدام برنامج البيكسلاب هناك أكثر من مقاس بانر سنعمل على المقاس 720x300 سأقوم بتصميم هذه الصورة في التسكريبشن سأقوم بتصميم هذه الصورة قد المقاس بتائم البانر سوف نقوم بتصميم هذه الصورة شوت البيكسلاب سوف نقوم بتصميم هذه الصورة سنقوم بقبض للمنتج ثم نقوم بقبض للمنتج سنبدأ نلف الزاوية ونكبره قليلا ونضيفه هنا سنقوم بقبض للمنتج ونضيفه على تيكست ونكتب النص ونغير الخط للمنتج ونضيفه على البيترنت سنقوم بقبض للمنتج سنقوم بقبض للمنتج ونبدأ نقوم بقبض للمنتج ونضيفه هنا سنقوم بقبض للمنتج سنقوم بقبض للمنتج سنقوم بقبض للمنتج ونضيفه هنا سنقوم بقبض للمنتج ونكتب النص ونضيفه جنبه ونبدأ نظبط المسافة بعد من ان تقوم بقبض للمنتج سنقوم بقبض للمنتج سنقوم بقبض للمنتج ونختار الشكل ده. هنتحكم في الحجم به الشكل ده كده هنا. تمام وهنتدوس على علامة الصح. وهنبدأ نيجي نعمل كوبي من الشكل ده. من اداة الكروب. هنبدأ نلف الشكل التاني به الشكل ده كده. وهنبعدها هنجيبه فوق هنا قصاد الشكل ده كده. عشان يعمل لنا شكل شاب بالشكل ده. نيجي اللون بتاعنا. هنغير اللون النص. هنبدأ احنا نصغر الحجم كده. ونضيفه في نص الشاب ده. بعدها بقى هنجيب صورة اللوجو. بالشكل ده كده. هنبدأ ان احنا نصغر الحجم. ممكن ما نضيفه هنا. في الجزء ده. او نضيفه في الجزء ده. على حسب انت عايز تضيفه فيه. نضيفه هنا كده. بالشكل ده كده. ويبقى احنا كده خلصنا التصميم بتاعنا. حاجة بسيطة كده. ولكن اه شكلها حلو. تعرض المنتج بتاعك في صورة كويسة. ويه لحد هنا ويه الفيديو خلص يراب يكون الفيديو اعجبكم. كل الصور اللي نستطيع تليها تحت في الديسكريبشن. وكالعادة ما تنساش دعمك لينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.